بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي برقية تهنئة إلى رئيس عبد الفتح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بدكر المولد النبوي الشريف لعام 1444 هجريا وخلال البرقية أكد الفريق أول محمد زكي أن رجال القوات المسلحة يجددون العهد بأن يظلوا أو فياء لقسم الولاء للوطن ودفاعي عن مقدراته مختدين بصاحب الذكرى العطرة وكفاحه ونضاله في مجابهة الشدائد والتحديات وحفظ الأوطان كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس السيسي بهذه المناسبة وبعث الفريق أول محمد زكي والفريق أسامة عسكر ببرقية تهنئة لكل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ووزير الأوقاف وفضيلة مفتي الجمهورية شكرا